بتبدأ الحكاية في أمهم ترفع أحد المدن الصينية وفي وسط المطر كان في أم شيلة ابنها وبتغنيله بس سبعتها واحدة سكنة في المكان اسمها لين وقالت لها تقدر تدخل شققتي عشان المطر فالأم ادتها الطفل وقالت لها خلي معاكي هروح اجيب دواء وارجع ولين بعد ما خدت الطفل شافته لابس كولادا ما كانتش فهمة هي بتاعت ايه وقعدت مستنيها الأم بس الأم ما رجعتش فالين ودت الطفل ده الميتم يتربى فيه وبعد 18 سنة كبر الطفل ده وبقى اسمه شو وهرب من الميتم هو وطفلة كمان بيعتبارها زي أخته واسمها شيعوة وراحوا أجروا بيت جنب لين وعاشوا فيه وفي يوم شو وشيعوة خرجوا مع بعض عشان يتفرجوا على مهرجان في المدينة وهم ماشيين في المهرجان شو سمع اتنين بيتكلموا عن إن في أشخاص عندهم قدرات خارقة بس ما كانش فهم يعني أشخاص عندهم قدرات خارقة لحد ما شف عرض الواحد بيخرج نار من جسده فقعد يتفرج هو وشيعوة بس فجأة قلاته توهجت ولقى نفسه في مكان غريب شف في سيف ورجع تاني للواقع وكمل العرض والف دماغه والشخص ده أكيد عنده قوة خارقة وبعد العرض ما خلص دخل هو وشيعوة للكواليس عشان يشوفه مستخدم النار اللي عمل العرض بس لو عنده أشخاص غامضين لبسين رداء اسود وواحد منهم ضرب مستخدم النار بسهمه وافقده الوعي ولما شف شو وشيعوة قال لهم إحنا من الشرطة فشو ألف دماغه أكيد أنتوا مش من الشرطة أنا مش سازج وخد شيعوة بعد كده ومشي ولأكيد الأشخاص أصحاب الرداء الاسود دول بيقسروا أي حد عنده قوة خارقة عشان كده أخدوا مستخدم النار ونجع شو وشيعوة بعد كده لليين اللي بقوا بيعتبروها زي أمهم واعدة شيعوة في البيت تتفرج على الأخبار اللي كانت كلها بتتكلم عن أصحاب القوة الخارقة وشوية ونزل شوي يجيب أكل بس في طريقه في شاحنة جات خبطته ووقع ونزف بس فجأة شاف شكل غريبه قدامه أشبه بقائمة وكلاته توهجت وبدأت كل أعلامه من الخبطة تختفي وما بقاش حاسس بأي ألم فألف دماغه هو أنا بقى عندي قوة خارقة ولا إيه وأمشو وأقل للراجل اللي خبطه وأنت اللي غلطان في الحدسة ولازم تعوضني فالراجل خاف وشو شاف أرقام فوق رأس الراجل ما كانش فاهم هي بترمز لإيه لحد ما الراجل هرب ومشي شو وهو مروح خبط اتنين في طريقه وشاف أرقام برضو فوق رأسهم ولما روح البيت ظهرت له قائمة الغريبة اللي شافها قبل كده وكان مكتب له فيها لقد أيقاظت كواك الخارقة وكان موجود كمان الأرقام اللي هو شافها فوق رؤوس الناس وأعرف إن الأرقام دي هي نقاط بيكتسبها لما بيداي أي حد من الناس أو بيصدر لهم مشاعر سلبية فلانا هدايق الناس وهكسب نقاط كتير وبدأ يدايق شيئا ويكسب منها نقاط ودخل بعد كده من القائمة على عجلة حظ بتسحب النقاط كل ما يدورها ففضل يدورها كتير على أمل إنه يكسب منها أي حاجة بس ما كسبش ففضل يدور ونقطه تتسحب منه لحد ما حظه جاب له تفاحة لما كالها حس إنه قوي ومتعافي من كل حاجة ودور العجلة آخر مرة وظهرت له الأغنية اللي أمه كانت بتغنيها له وهو صغير ولما غنيها لأ نفسه في مكان أشبه بالمجرة وعرف إن دي خارطة السماوية وخارطة السماوية دي مكونة من سبع طبقات كل ما بيعدي طبقة كل ما بيبقى أقوى ورجع شو تاني للواقع وحس بحركة غريبة فوق بيتهم ولما طلع يشوف فيه لأ أصحاب الرداء الأسود بيطردوا حده لما شفوه ألوله بتعمل إيه هنا فقال لهم أنا كنت بدور على فجل ودخل البيت تاني وفجأة لأ مستخدم النار بتاع العرض واقع قدام بيته وعرف إنه هو الشخص اللي أصحاب الرداء الأسود كانوا بيطردوه وكان عمل نفسه ماما عليه فشو قاعد يديقه ويكسب منه نقاط ومستخدم النار كان عايز يحرقه بس مقدرش بعد ما شو عيقظ قوته وشو خلا يمشي وقال لشياوة على فكرة أنا عيقظت قوتي بس الشياوة ما كانتش مصدق فبدأ شو يديق الشياوة وكمان كان بيديق صحابه من خلال الموبايل عشان يكسب نقاط ودخل قوته وفتح القيمة واخد بالنقاط دي فكهة من عجلة الحظ وصبح تاني يوم نزل شو يبيع بيض عشان يكسب فلوس بس صحاب مدرسته كانوا لما بيعدوا عليه بيستعروا منه وقاعد الفصل بتاعه اللي اسمه ليه ولما عده يتريق عليه فشو دايقه وخلا يشتري منه البط كله وكتسب منه نقاط كتير وراح بعد كده المدرسة واعرف من صحابه هناك ان في موقعات عمل لاصحاب القوى الخارقة اللي ايقظوا قوتهم زيه وتصنفهم بيبقى من الفئة ايه للفئة اف فشو قال انا اكيد كده في الفئة اف اللي هي اقل فئة وشوية وشو عارف ان في طالب معهم في المدرسة ايقظ قوته وهجم على معلمه فشو سأل بنت من صحابه هم عارفوا ازاي ان قوته استيقاظت فقالت وخده منه عين الدم وعارفه فشو طلع للولد ده ولي ايه هيرمي معلمه ولقى اصحاب الرداء الاسود عنده وعايزين يمسكوه وشو بدأ ايدي الطالب عشان يكتسب منه نقاط والطالب اتلها في كلام شو واصحاب الرداء الاسود مسكوه ونزل شو لفصله بعد كده ولقى كل الطلاب بيتسحب منهم دم عشان المدرسة تعرف مين فيهم اللي هيقظ قوته وبعد ما تسحب دم من شورة وحولها شيوة عبانة فاستخدم عجلة الحظ وخرج منها فاكهة خلى شيوة تكلها عشان تتعافى وفعلا تعافت وتاني يوم في المدرسة جي واحد من اصحاب الرداء الاسود اسمه شفي عشان ياخد الطلاب اللي هيقظوا قوتهم ويخليهم في مجموعة لوحدهم واخد مجموعة طلاب منهم شوبة وبيتجمعوا اجتماعات سرية بالليل وكان مع شوف المجموعة دي لي وقائد الفصل اللي بيسخر منه وتعرف شو هناك على واحد اسمه جيانج لما شوفه اتكلم معاه اكتشف انه يعرف معلومات كتير جدا وشفي بعد كده اتكلم معهم كلهم وقال لهم انا معلمكم هنا ومجموعتكو دي اسمها دويوان بتضم كل اللي قوتهم استيقاظت ده خليط الصديوم والبوتاسيوم الخليط ده بيبقى غامل لما بيختلط بدم اي شخص عنده قوة وكل ما زادت قوة الشخص زادت درجة غمان المخلوط احنا هنقيس قوتكو دلوقتي من خلال المخلوط ده وفعلا ناس وشو عارف ان لسه قوته ضعيلة وهيبقى فئة وليلة من فئة القوة فليو بدأ يسخر منه فاجة انجا قال له ما تستسلمش للسخرية دي وكمل ورجع شو بعد كده البيت واستخدم عجلة الحظ كتير لحد ما خرج منها ورقة والورقة دي خرج منها شعاع وصل لشياوة وشياوة لقت نفسها في خريطاتها السماوية وعرفت ان قوتها هي كمان استيقاظت ومع الايام بدأ شو يستخدم عجلة الحظ كتير وبقى بيبيع اي اكلة بيكسبها فيها عشان يبقى معه فلوس وفي يوم دخل خريطة السماوية وتخطى اول طبقة فيها من السبع طبقات اللي المفروض يتخطاهم وزداد قوة بعد ما تخطى اول طبقة ونتيجة لده بقى معه سيف وصحي شو تاني يوم وقابل الشخص اللي لين متجوزاه واللي اسمه لي ولي قال له تعالى اضربك بس شو مرضيش وسابه ومشي وبالليل في تدريب دو اي وانشف يدل كل واحد من الطلاب حجر روحاني وقال لهم ده هيساعدكو على ايقاظ نظام طاقتكو عشان تبقوا اقوى فشو لما روح يستخدم الحجر بس مقدرش يوقز نظام طاقتكو فتاني يوم راح المدرسة ولعب رست معليه وكسبه ويدر بعدها يوقز نظام طاقتكو وقعد شو بعد كده مع جيانج وسأله هو المعلم شفي ده في قسم ايه عشان لما حبه اروح له فجيانج قال له القسم بتاعه واسمه شبكة الارض فشو استغرب من الاسم فجيانج قال له اللي انت ما تعرفوش ان اصحاب الرداء الاسوى الدول بينقسمه لقسمين قسم شبكة الارض وقسم شبكة السماء ولما شو روح لقى واحد من زعماء شبكة السماء اسمه تنج جاي للي وقال له احنا محتاجينك معانا عشان تبقى زعيم للمؤسسة ومشي تنج بعد كده فشو قال لي ده شكله مهم وعلى صلة بشبكة الارض والسماء انا لازم اتضرب معاك وفعلا شو بدأ يتضرب معلي بالسيف ولي قال له خلي بالك كل ما زادت القوة كل ما زادت المسئولية فشو قال له انا مش عايز مسئولية انا مش عايز حاجة غير اني احمي شيء واعيش وتاني يوم جل لي واحد من شبكة السماء اسمه شوجين وعله الاحطام زادت قوي في دولتنا وده بقى خطير ومشي شوجين بعد كده بس شو ما كانش فاهم حاجة من كلامه وبالليل شو عمل قياس لقوته تاني بمخلوط الصوديوم والبوتاسيوم ولقى قوته زادت وبقت اعلى من الفئة ايه اللي هي اعلى فئة بس ما قالش الحد وشوية ودخل خرطه السماوية وتخطت طبقة التانية واكتسب بعديها هالة بتحميه من اي اصابة ممكن يتصابها وراح بعد كده الشياء واولاها دخلت خرطتها السماوية وتخطت الطبقة الاولى وبعندها قدرة انها تجسد بالطاقة اي حاجة ميتة بعد ما تسحب طاقتها وجسد الطائر ميته بعد كده اتلوا خنزير وشية وسحب الطاقته وجسدته فشو واضع على طاقة الخنزير المجسدة دي بسيفه واعدوا بعد كده يتعشوا بس بقدرتهم حسوا بخطر قريب منهم فخرجوا من البيت يشوفوا فيه اين فلقوا شافي معا خمسة من شبكة الارض وبيقتلوا ثلاث مجرمين عندهم قوة خارقة والقتال كانت بيدور على جسر وبدأ المجرمين يهجموا بالنار فشافي جاري وبعد كده حاول يفجر التلاث مجرمين اللي بيقتلهم بس المجرمين قتلوا اتنين من صحابه فشو وهو بيتفرج قال الشياء والوضع بقى خطير امش انتي وشوية وجهت الشرطة وبدأوا يلاحوا التلاث مجرمين مع شبكة الارض وواحد من شبكة الارض حدف سيفه على اقوى فرض في المجرمين واصابه بس فجأة شو وهو بيتفرج ظاهر وشيف يشافه بس ما كانش قادر يحدد ملامحه وقال لصحابه وامسكوه فشو بدأ يهرب منهم هو كمان ودخل معهم في مواجهة واصحاب الرداء اللي يسود بتوع شبكة الارض جزء منهم كانوا بيواجهوا شو وجزء تاني كان بيواجه التلاث مجرمين لحد ما وقعوا اتنين من المجرمين وفضل اقوى واحد فيهم واستمر القتال فشفي بدأ يحدف وراء متفجر ووقع هو وكل صحابه وسط الانفجار ومفضلش غير شو والمجرم وشو هجم عليه وبقوة سيفه وضربه واتله ورجع البيت جابش يعوى وخلاها تسحى بطاقة المجرم اللي هو واتله واخدها بعد كده ورح ويتعش وقال لها نفسك في دلوقتي فقالت له نفسي نشتري المنزل اللي احنا عايشين فيه ده ويبقى بتاعنا بدل ما هو ايجار فشو قال لازم افضل ابيع الاكلات اللي باخدها من عجلة الحظ عشان يبقى معنا فلوس نشتري البيت وفي نفس الوقت ده اعضاء شبكة السماء كانوا مجتمعين عشان يحللوا اللي حصل في قتال شبكة الارض مع الثلاث مجرمين بس ما كانوا شادرين يحددوا هوية شوف القتال وتنجا احد زعماء شبكة السماء قال الولد ده قوته بتقول انه من الفئة سي لازم نعرف هو مين وشو في الوقت ده كان روح ولما نامشي وصحته وقالت له انا جسدت المجرم اللي انت قتلته ودخلت جوا زكرياته وعرفت انه صارق سارق عشر تلاف يوان وخباهم في مكان هنا في المدينة يلا نروح نجيب الفلوس دي فشو قال لها مش هينفع ناخد الفلوس دي لنفسنا احنا لازم نسلمها للشرطة وتاني يوم راح شو المدرسة وقعد مع جيانج وسأله هو ايه مصدر القوة اللي عندنا دي فجانج قال له فيه ظواهر غريبة بتحصل في العالم ونتيجة لدها ظهرت طاقة روحانية مهولة هي اللي عملت القوة اللي عندنا دي والطاقة الروحانية دي ما وصلتش للبشر بس دي كمان بقت في الارض واي ارض فيها طاقة روحانية بيبقى اسمها ارض مباركة بس على شيء في طاقة روحانية هي الاحجار ودي بتكون ندرة جدا انا سمعت ان فيه احجار روحانية كتير جات المدينة هنا بالليل وبعد ما شوه جيانج خلاصه نزله مع بقية الطلاب عشان يستقبله مدير جديد للمدرسة بتاعتهم والمدير كان من شبكة السماء واسمه يشيا بس كان غريب الاطوار وفي اجتماع مجموعة دو ايوان امر شيفي انه يدي احجار روحانية للطلاب وشوه بقى مع حجارين فالجيانج انا عايز اكتبع للحجارين دول في السوق السوداء وتبقى تجيب لي فلوسهم بعد ما اتبعهم فالجيانج وافق وتاني يوم بعد ما بقى الحجارين ادى فلوسهم لشوه وشوه اشترى موبايل لشياوة واشترى البيت اللي هم عادين فيه كمان ومع غروب الشمس شيفي بعت رسالة لكل افراد مجموعة دو ايوان عشان يجتمعوا وفعلا اجتمعوا ورجبوا عربيات وشوه اهل هو احنا رايحين فين فاجيانج قال له اعتقد هيودونا للأحطام فشوه اهل الأحطام دي فاجيانج قال له دي اماكن فيها تقرة وحنية كبيرة وشبكة الارض وشبكة السماء كانوا بيحاولوا يفتحوها بس معرفوش والأحطام دي خطيرة جدا وجواها حاجة اسمها عين التكوين لو حد لقى عين التكوين دي الأحطام كلها هتختفي عشان كده شبكة السماء وشبكة الارض بيدوروا على عين التكوين وشوية ووصلوا لمخيم جنب الأحطام وشفيا لهم هنا هيتم تدربكم والتدريبات او العمليات اللي ممكن تقوموا بها هنا هتبقى سرية وحتقولوا لحد عليها وبدأت بعد كده المجموعة تتعشى وكل يوم شو كان بياكل ويتدرب ويروح يدايق ليه وعشان يجمع نقاط فليه لما زيق منه قال له تعالى لعبني رست فشو وافق وكله جي يتفرج وشفي بقى هو الحكم بس شو هزم ليه بسهولة فشفي قال له تعالى لعبني أنا ولعبه وشو هزمه برضو وشو بعد هزمتهم طاقته كانت بتزيد أكتر بس بعد ما خلصوا لعب فاجأ له ضباب كبير جاي من عند الأحطام فكلهم جريوا وشو وهو بيجري يتسحف دوامة ولقى نفسه جوه الأحطام ولقى قدامه أربعة من اللي كانوا معاه في المخيم وفاجأ بدأت تطلع عليهم هيكل عظمية من تحت الأرض فشو راح أجب عليهم واخد من واحد منهم فاس وقعد يقتل فيهم وقدى بعد كده الفاس للأربعة اللي كانوا معاه في المخيم ومشي وطلع عليها هيكل عظمية تاني فقعد يضرب فيهم برضو وقعد عليهم كلهم واخد منهم سيف وجري إلى حد ما لقى شخص هو ما يعرفوش بيدرب شعلة فشو قال له انت مين فقال له أنا اسمي هوان من مدينة غير مدينتك وبدور على صحابي فشو كدب عليه لأنه ما كانش واصق فيه وقال له أنا اسمي لي وتعال هدور معاك على صحابك وجري ومع بعضه وبقوا بيقتلوا أي هيكل عظمية يقابلهم لحد ما وصلوا لمكان آمن وهوان كان عايز يقتل شو ويمشي بس قعدوا مع بعض الحد الصبح وشو قال أكيد هوان ده كان جسوس في مجموعاتنا عشان كده أنا معرفوش وبدأ شو بعد كده يضيق هوان ويكتسب منه نقاط فهوان أمهجم عليه ودخلوا في كتال سريع بالأسلحة لحد ما شوه وسيفه ووقع فاجي من ورا هوان وضربوا بطاقة من يده وقضى عليه وكمل ماشي في الأحطام ورح خد سمر فاكهة من سناجب عشان ياكل بس مع غروب الشمس طلت عليه زياب وبدأوا يجروا وراه فقعد يجري منهم لحد ما بعد عنهم ولقى الأربعة اللي ادهم الفاس أول ما جي الأحطام وكان معهم أربعة كمان فقعد معهم لحد الصبح ما طلع واخد منهم الفاس وقال أنا لازم أدور على عيني التكوين اللي هنا في الأحطام وفعلا مشي وراح يدوروا لقى في طريقه مجموعة فرسان من الهاكل العظمية فنزل هجم على واحد منهم واخد منه رمحوا الفرسان لحقوا بسهام بس قدر يهربوا وكملوا الفرسان طريقهم وشفوهم مجموعة من شبكة الأرض ومجموعة شبكة الأرض كان معهم طلاب من دويوان وكل الطلاب كانوا خايفين فقنصين شبكة الأرض ضربوا واحد من الفرسان فالفرسان حدفوا عليهم أسهم وكلهم جريوا ولما بصوا شفوا شو بيقات الفرسان الهاكل بسهولة وبياخد منهم رمحهم فواحد من زعماء شبكة الأرض قال الولد ده قوي جدا أقوى من كل مجموعة دويوان وشوية وجم مجموعة فرسان حصروا شوفوا استخدم رمحوا وحدفوا وقطع رؤوس اتنين منهم وقتل واحد كمان برمح تاني وحدف فاس على رابع وقعد يقتل في الباقي بالرمح لحد ما قضع عليهم كلهم وخد أسلحتهم وكمل تدوير على عين التكوين وفي الوقت ده شوتا خطى الطبقة الثالثة في خارطة السماوية وجعلوا مجموعة فرسان كمان ومجموعة شبكة الأرض والطلاب كانوا متابعينه فبدأ شو يحد في الرماح على الفرسان ويقتلهم وشبكة الأرض والطلاب نزلوا عشان يساعدوه بس لوهو خلاص قتل الفرسان بسهولة فوقفوا كلهم مش مسدقين مدى قوته وشو قعدوا بدأ يبيع لهم الأسلحة اللي معاه وياخد مكانها فلوسة أو أي حاجة بيملكوها ومشي معاهم بعد كده وبالليل ارتاح وبس فاجأ وهم عاديين ظهرت عليهم مجموعة أشباح فسيف شو اللي جوا توهج والأشباح لما شافوا شو خافوا وهربوا وكمل شو اللي معا بعد كده طريقهم لحد ما وصلوا لمنتصف الأحطام ولقوا هناك الباقي من الطلاب ومن شبكة السماء وشبكة الأرض واحد زعماء شبكة السماء واللي اسمه يو طلب انه يشوف شو وبنت كمان من الطلاب قوية اسمها سعو وقال لهم منتصف الأحطام هنا في حفرة وبنعتقد ان فيها عين التكوين وبكرة هننزل كلنا الحفرة دي وخرج يوسيف زي اللي معشوف وعرف بيه ان عمق الحفرة ميت متر وشو سأل شفي هو السيف ده فشفي قال له ده سيف اسمه القلب الحاد ما بيملكوش غير اللي بيتخطى الفئة سي بس بيسحب دم كتير من مستخدمه وشوية وشو قبل جيانج وهو قعد ما عارف ان في تسع جواسيس فوسط كل الناس الموجودين وما كانش هادر يحدد هوية الجواسيس لحد ما بالليل لما كله نام التسع جواسيس راحوا ينزلوا الحفرة قبل الكل فشو مسكوا واحد منهم وقال له اي حاجة هتلاقوها تحت في الحفرة ليا فيها سبعين في المية يا اما هصح الكل واقول لهم ان انتوا نزلتوا فجسوس هجم عليه فشو صح الكل وخلهم يمسكوا وبعد ما مسكوا شبكة الارض وشبكة السماء جهزوا عشان ينزلوا الحفرة واحدة منهم عملت سلالم عشان ينزلوا عليها وشو جهزوا كمان ونزل معاهم ولقوا الجواسيس اللي نزلوا الحفرة قبلهم ميتين في القاع وكملوا ماشي بقيادة يشيا مدير مدرسة شو لحد ما لقوا قلعة وفجأة في سد تقفل عليهم وظهرت اشباح وهجمت فسفشو توهج وبرضو الاشباح كانت بتبعد عنه ويشيا تصدى للاشباح بهجوم الناري والباقي بدأوا يقتلوا معاها لحد ما اضعوا عليهم بس ظهرت اشباح بعد كده مندمجة مع اروح الجواسيس اللي ماتوا ويشيا بدأ يحاول يقضي عليهم ففجأة خرج من القلعة هيكل عظمية كتير وزعيمهم كان معا عين التكوين ويشيا دخل في قتل مع الزعيم والباقي بدأوا معركة مع الهاكل العظمية فشو استغل الموقف وتسلل القلعة لوحده ودخل لغرفة مكتوب عليها ممنوع الدخول فلا فيها فرسان وكانوا هيهجموا عليه بس سيفه خرج من جسده فالفرسان اتراجعه وشو خد منهم رمحه وكمل فلا اشيء غريب ما كانش فاهم ايه ده وكان لسه شبكة الارض وشبكة السماء بيقتلوا وسع وكانت بتساعدهم وبتقتل معاهم الهاكل العظمية فزعيم الهاكل هجموا مسك يشيا بس يشيا بناره وبعده وفجأة الزعيم حسب اللي شو بيعمله فرم الرمح اللي في ايده ليش يا وراح ليشو فيش يا للرمح ده احنا كنا فاكرين وهو عين التكوين المفروض لما عين التكوين تبقى معانا الاحطام تختفي يبقى اكيد ده مش عين التكوين وراح يشيا ورا الزعيم عشان يلاقي عين التكوين الحقيقة والزعيم دخل لشو وشافه ومسك الشيء الغريب اللي لقاه وطلع ان هي دي عين التكوين وشو لما فتحها بدأت الاحطام وهياكلها العظمية يختفوا لحد ما اختفوا تماما ورجع شو وكل اللي معاه للمخيم تاني والمصابين اتعالجوا وشو راح سلم اسلحته لشبكة الارض عشان ياخد مكانها فلوس ولما خرج لها شيوا مستنيا وتأسف لها لانه سبها من غير ما يقول لها هو رايح فين ورجع معها البيت بعد كده ودها فاكهة من اللي جابها من الاحطام ودها كمان سنجاب جابه من هناك وشوية ودخل قط وبص لان التكوين اللي معاه فلع نفسه جواها وعرف انه ممكن يفتح الاحطام ويدخلها تاني ورجع للواقع واخد شيوا بعد كده وخرجها وفي نفس الوقت ده شبكة السماء كانوا بيدوروا على عين التكوين وما كانوش يعرفوا ان شو هو اللي اخدها وتانج احد زعماء شبكة السماء للاحطام اكيد هتتفتح تاني واحنا معناش عين التكوين وكده هيبقى في حرب جديدة وبكده يبقى خلص المسم الاول من انيمي الفائز هو الملك انيمي سبير مي جريت لوردين تك سنة 2021 ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيجي جديدة على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو واعمل لها في ولو عايز يوصلك كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة